موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحياكم الله أبطال الحاسب في شروحات جديدة للشابتر جديد بعنوان كومبيوتر نتوركس شبكات الحاسوب نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم الشابتر هذا ممكن يكون شابتر طويل لكنه جدا ممتع وجدا جميل وبنفس الوقت مهم ويتكرر أسئلته في كل اختبارات الفاينال خلينا نبدأ فيه الكمبيوتر نتوركس شبكات الحاسب في البداية لازم نحن نعرف أنه الشبكة جهاز يشبك بجهاز جهاز يرتبط بجهاز وظيفتها أنها تسهل التواصل الهدف من عملية الربط هذه أو الشبكة هذا أنه نحن نسهل التواصل سهلت التواصل من خلال مين؟ خلال المستخدمين قلنا ماذا يعني end user اللي هو المستخدم الأخير المستخدم اللي يستخدم الكمبيوتر هذا throw من خلال various modes such as phone, email, instant messaging or video calls من خلال modes مختلفة يعني أشكال مختلفة سواء كان التواصل هذا من خلال التليفون أو الإيميل أو الinstant messaging اللي هي الرسائل الفورية أو من خلال video calls إذن نحن كان هدفنا من إنشاء الكمبيوتر نتورك إنه يصير بـ interaction ما بين الـ end users ما بين المستخدمين نكمل It also allows for the sharing of resources أيضا هي تمكننا من مشاركة المصادر يعني شون عملية مشاركة المصادر أنا مثلا عندي شركة والشركة هذه كل واحد يبغي يطبع ملف هل أنا معقول إني أروح أشتري طابعة لكل موظف؟ لا هي طابعة وحدة أخليها مثلا في المكتب ومثلا خمس خمس موظفين يتشاركون نفس الطابعة من خلال إيش؟ من خلال إني أنا أسوي لهم network شبكة من خلال الشبكة هذه يستطيعون إنهم يتشاركون resources قال لك على سبيل المثال البرينتر الطابعات الستوريج يعني التخزين مكان تخزين كلنا نخزن مثلا في مكان واحد البرمجيات هل أنا أجلس أنزل برنامج على كل جهاز بشكل individually؟ لا لازم أنزلوا على السيرفر ومن خلال السيرفر هم أكسز رح يدخلون على السيرفر ويستخدمون هذا البرنامج بالإضافة إلى أنه هي الشبكة تحسن اللي هو القدرة على التخزين التخزين لأنه نحن ماذا؟ لأنه نحن شبكة ضغط صار رح أقول لك هنا السال في إيش؟ أنا أسوي network علشان interaction among end user والشيء الثاني to share resources الآن عرف لي الكمبيوتر نتوركس بشكل أكثر احترافية بشكل أكثر تقنية قال لي إيش يعني كومبيوتر نتوركس؟ هو عبارة عن set of interconnected computers كومبيوترات مربوطة ببعض هالباب هذا مربوط بهذا مربوط باللي جنبه وهكذا كومبيوترات مربوطة ببعض هالباب هذه الكمبيوترات تستطيع أنها تشارك الـ data بالبيانات تستطيع أنه تشارك الـ resources اللي هو المصادر وتستطيع أنها تشارك الخدمات services دام أنه نحن مشبوكين مع بعض إذن ثلاث شغلات نحن نستطيع ماذا؟ مشاركتها ما ننساها this interconnection هذا الربط اللي صار يسمح for communication and collaboration between different devices يسمح بالتواصل والتعاون يعني مثلا أنا عندي project عندي مشروع وأبغى أشتغل عليه أنا ومثلا ثلاثة من زملائي في العمل إيش الحل؟ نبغى نشتغل بنفس الوقت نبغى نشتغل ونعدل ونحن كل واحد في مكان مو شرط أنه مثلا نكون في المكتب ممكن واحد غايب تعبان ووحدة مثلا مسافرة عملية وأنه نحن مربوطين بشبكة نحن نقدر نسوي شيء اسمه collaboration تعاون فكنا نشتغل على نفس البروجيكت مدام أنه نحن مشبكين مع بعض أيضا نحن نستطيع أنه نتواصل الcommunication فرقوا ما بين communication و collaboration يصير طبعا هذا between different devices أجهزة مختلفة often over significant distance يكون بمسافات تمام by following the set of rules أنه نحن نتبع مجموعة من ماذا من التعليمات and the protocols to send and receive information تحدث عملية طبعا رح ناخذ هالكلام بشيء من التفصيل أنه تصير عملية الربط في الشبكة لازم يكون لها مجموعة من rules والprotocols to send and receive information أنتم شبكتم مع بعض أيوة بس عشان ما تصير الدنيا فوضى لازم نحط قواعد وقوانين وبروتوكولات مثل القواعد يعني قواعد نحن نمشي عليها كل الناس اللي يشيبكين بالشبكة علشان يقدرون أنهم يرسلون ويستقبلون الinformation سهلة ولا صعبة إن شاء الله سهلة These networks هذه الشبكات can range from الشبكات ممكن أني أصنفها من من small local area networks شبكات صغيرة نسميها شبكات local area networks in homes في المنازل or office to vast global network such as the internet ممكن الشبكات نصنفها من شبكات صغيرة على قدنا مثل أنها شبكات اللي تكون بالبيوت أو شبكات تكون باللي هو المكاتب أو أنها تكون شبكات عالمية مثل شبكات الانترنت إذن أعطيني مثال على شبكة عالمية شبكة الانترنت أعطيني مثال على شبكة صغيرة شبكتنا في البيت أبغى تفاصيل أكثر نعم رح ندرس أنواع الشبكات بالتفصيل بس نحن لست نقول إيش يا رب يا هادي يا فتح يا علي الآن ندخل في العمق basic concepts and terminology اللهم صلي على رسول الله مفاهيم أساسية ومصطلحات terminology معناتها مصطلحات المصطلحات هذه أنت كطالب computer science أو كطالب IT لازم تكون تعرفها في مجال networks in the computer networking في مجال الشبكات الحاسب several fundamental concepts العديد من المفاهيم الأساسية and terminologies والمصطلحات are foundational to understand how networks operate لما نأجي أسألك أنت ليش لازم تتعلم المفاهيم هذه basic concepts هذه أو terminology هذه لأنه أنت لو ما فهمتها أنت ما رح تعرف شلون الشبكة تشتغل how networks operate حلوين here is a brief overview of some of these basic terms الآن رح أعطيك وصف مختصر لهذه المصطلحات أوكي أول مصطلح طبعا هذا الكلام مهم وينحفظ مثل اسمك خلاص أول مصطلح يواجهنا اللي هو مصطلح النود إيش هو النود ما هي النود النود باختصار هي أي device connected to a network أي device أي device يا تيتشر أيو أي device جوالاتنا اللي تشبك بالشبكة نود نعم نود البرينتر لما تشبك بالشبكة نود نود هل شرط أنه النود تكون كومبيوتر لا مشرط أي device تمام such as a computer ممكن يكون كومبيوتر ممكن يكون برينتر ممكن يكون any other device capable of sending or receiving data أي جهاز عنده القدرة أنه يرسل ويستقبل data أسمي نود ما تحتاج يعني اختراع برضو لازم نعرفه وهو جدا مهم وسبق وإنه نحن درسنا وقلنا عليه إنه هو input output device بنفس الوقت لو تذكرونه اللي هو كان إيش كان ال-NIC network interface card كرت الشبكة طيب هل كرت الشبكة مهم؟ إيوة ليش كرت الشبكة مهم؟ لأنه إنت ما تقدر تشبك بشبكة اللي يكون عندك كرت الشبكة هذا باختصار هو our hardware component that allow computers to connect to a network إنه تخلي الكمبيوتر إنه يشبك بالشبكة they act as they act as هي تمثل إيش ال-interface كأنها واجهة ما بين مين ومين هي تمثل الواجهة ما بين ال-computers internal circuitry وال-network cables اللي هو أسلاك الشبكة أو wireless signals يعني هي الواجهة ما بين اللي هو الدوائر الكهربائية أو الدارات اللي يكتب لك يهو هنا دارات كهربائية اللي هي الجوة في الكمبيوتر الداخلية كلمة circuitry معنات الدارات الكهربائية الداخلية واللي هو ال-cables تبعات ال-network أسلاك ال-network طيب هل دائماً نحن نتصل بالأسلاك لا مو شرط ممكن يكون عندي wireless اللي هو أنا دائماً أشبك يا بكيبل يا wireless ما تحتاج يعني اختراع عندي two options تمام فهي facilitating data transmission تسهل عملية نقل البيانات ما بين اللي هي ال-two منهم ما ال-two منهم ما ال-two الدارة الكهربائية ومين وال-cable network cables أو الدارة الكهربائية وال-wireless signals ها واضحة لاحظ معي هنا في الصور معطيك هنا ال-wire network interface card اللي هي يحتاج أسلاك لكن هنا ال-wireless network interface card جميل جداً نكمل يا أبطال طيب تعالوا على concept ثاني اللي هو data packet فكرة data packet إنه نحن لما نبغى نرسل أو نستقبل شغلة جوه ال-network جوه الشبكة فأنا لازم أقسم البيانات حقتي هذه إلى أقسام إلى packets يعني مثل أنت تجي عندك مثلاً لوح شوكولاتة مثلاً ما تبغى ترسله كله دفعة وحدة ترسله على شكل أجزاء صغيرة أجزاء صغيرة أجزاء صغيرة ملفك لما يجي يرسل ما يرسل كله دفعة وحدة مثلاً صورة أنت تحملها من الإنترنت ما تتحمل كلها دفعة وحدة الميوزيك أنت تسمعه ما تسمعه كله دفعة وحدة أحياناً حتى تشوف في شيء اسمه loading عشان يفتح الملف صح ولا خطأ فتحت فيديو وفتحت شيء فليش لأنه الـ data في الـ network لما ترسل أو تستقبل تستخدم فكرة الـ data packet واضحة؟ طيب فلما نأجي أعرف هذه الفكرة أو هذا المصطلح a packet is a formatted unit of data استخدم فكرة الـ packets في عملية نقل الـ data طيب مين اللي استخدم فكرة الـ packets اللي هي شبكات الـ telecommunication شبكات الاتصال أيضاً عندي شبكات الـ computer هذه كلها هذه كلها تعتبر ماذا؟ تعتبر مثال على الـ packet switched network اللي يصير بها إنه الـ data تقسم down broken down into manageable packets before transmissions قبل عملية النقل كلمة transmissions عملية النقل manageable يعني قابلة للإدارة لازم تعرفون معلومة جداً مهمة إنه الـ packets لما نحن نقسمها إلى أجزاء صغيرة هي مو بس شيلة الـ data حكتي أو بياناتي أو الملف حقي لا هي شيلة أيضاً هي راح تروح وين معلومات عن اللي هو destination يعني الوجهة الوجهة اللي رايح عليها الـ data هذه كل packet من هذه الـ packet ممكن إنه يسلك طريق مختلف عن الباكت الثاني لكن أهم شيء إنهم يجمعون أو يلتقون في جهاز اللي هو الـ receiver يعني إيش receiver اللي هو الجهاز المستقبل طيب مين اللي أرسل أسميه sender المرسل تمام إذن عندي sender وعندي receiver والبيانات تنتقل على شكل ماذا على شكل packets نكمل يا حلوين سوالفنا الجميلة الممتعة ويا ربي بالفعل تكون جميلة وممتعة خلينا نشوف مصطلح جديد أيضا ومهم جدا اللي هو protocol الحين أنت عندك class هل في class تدخل تشرح وتعطي معلومة أو ترسل معلومة أو تستقبل معلومة من طلابك من دون قوانين من دون قواعد أقلها تقولهم يا جماعة اللي بغي تكلم اللي يعمل مشاغبة مثلا رح يطلع برة الفصل فإنت تحط قوانين وقواعد علشان تضمن نجاح العملية التعليمية صح؟ نفس الكلام نحن في عالم الكمبيوتر نتوركس أنا لازم أحط قوانين عشان أضمن نجاح عملية الترانزميشن عملية النقل عملية الكمونيكيشن بالعموم عملية التواصل عشان كذا حطينا ما يعرف بي البروتوكول هو مجموعة من القواعد والقوانين تتحكم ب بشكل وطريقة نقل البيانات يعني مثلا يا جماعة مو أي نوع من البيانات ترسلها في أشياء معينة في أحجام معينة في فورماتينج أو تنسيقات معينة ترانزميشن مو مثل ما أنت تريد أو بكيفك لا في بروتوكولات للنقل في بروتوكولات للإرسال علشان كذا من أشهر البروتوكولات معروفة في عالم الكمبيوتر جديد اللي هو TCB TCB هو بروتوكول هو اختصار ل transmision control protocol يعطيك TCB هو اختصار لإيش ويعطيك اختيارات transmission control protocol اللي هو بروتوكول التحكم بالنقل التحكم بالنقل في بروتوكول ثاني أيضا شهير اسمه الانترنت بروتوكول آي بي آي بي تمام إذن آي بي اختصار لأييش الانترنت بروتوكول من اسمه بروتوكول للانترنت لعالم الانترنت خلاص لاحظ معاي عندي سندر وعندي ريسيفر السندر لهو المرسل والر miercifier لهو المستقبل لازم تحكمهم سميناها ماذا؟ بروتو كولز يلا ندوس يلا ندوس بالشابتر الطويل العريض هذا يلا نتيجة انه شبكة الانترنت تكبر يوم بعد يوم وتتوسع يوم بعد يوم نتيجة انه الشبكة هذي تدخل لها اجهزة كثيرة يعني اليوم نحن نقدر نشبك الانترنت من الجوال نشبك الانترنت من الايباد نشبك الانترنت من لابتوباتنا يعني اخترعوا شيء اسمه ايش هو ايش هو اختصار اصلا لانترنت بروتو كول هو عبارة عن رقم ما يتكرر هو رقم ما يتكرر نهائي ينعطى لكل ينشبك على الانترنت هذه المعلومة ببساطة اذا ايش هو الاي بي ادرس هو عبارة عن رقم مميز ينعطى لكل جهاز ينشبك بالانترنت تعالوا نشوف التفاصيل اللي هو كتب اللياه هنا قال لك هو ان انترنت بروتو كول اي بي ادرس is a unique string of numbers ارقام لا تتكرر ابدا separated by يفصلها الperiods نقطة period نقطة تمام or columns that identifies اللي تعرف each computer using i-b to communicate over a network عشان يتواصل هذا الكمبيوتر مع اللي هو الشبكة ركز معي ال-i-b address مكون من ايش مكون من اربع اجزاء كل جزء يفصل بينه وبين الثاني بpoint يعني هنا هذا جزء هذا جزء هذا جزء وهذا جزء address هذا الكلام مهم متكون من الرقم الرقم هذا ما يتكرر الرقم هذا اربع بارتات يفصل بينها وبين بعضها three periods كل الارقام اللي في ال-i-b address اللي يكون اصلا متكون من اربع بارت تكون تتراوح من zero الى 255 هذه الارقام وهذا ال-i-b address يعتبر بال-i-b نسمي نسمي i-b virgin four ليش سمينا virgin four لانه يتكون من اربع parts في-i-b احدث اللي هو virgin كم six من six parts في الها كم periods بتكون الها five periods احسنتم منصة kbs education للخدمات التعليمية والتدريبية هي منصة خاصة للطلب الجامعيين في المملكة العربية السعودية نقدم فيها مختلف مناهج الجامعات في المملكة نقدم فيها شروحات لمواد مختلفة مثل الحاسب والرياضيات والمحاسبة والاحصاء والمالية وغيرها من المواد الجامعية في كل دورة من الدورات راح نلاقي وصف لهذه الدورة الباقة الشاملة في كل دورة موضح ماذا تشتمل هذه الدورة وأنواع الباقات الخاصة بها آراء طلابنا ومحتويات هذه الدورة جميع الدورات المتوفرة فيها شروحات للمناهج التعليمية فيها ملخصات فيها اختبر نفسك وفيها مراجعات للميت تيرم والفاينل جميع آراء طلابنا وطالباتنا تجدونها في الدورة يمكنكم الاطلاع عليها قبل الاشتراك يساعدنا تواصلكم معنا لأي استفسار أو سؤال ونسأل الله لكم كل التوفيق والنجاح ولنا كل استداد والعمل الصالح وشوية موكة حلوية كذا مع شوية معمول يزبطون الدنيا عشان نعرف نكمل البايزيك كونسبت ان تيرمينولوجي الحين يكلمك عن مصطلح جديد اللي هو ماك آدرس ما هو الماك آدرس هو اختصار لميديا اكسز كونترول هو ايونيك ايدنتفاير معرف لا يمكن ان يتكرر مميز الساين تو يكون لي ايش للنتورك انترفيس كونترولر هي نفسها النتورك انترفيس كارد يعني سواء قال لك نتورك انترفيس كارد او نتورك انترفيس كونترولر كلاهما نفس الشيء اذا هو معرف خاص بالنتورك انترفيس كارد يعني هو معرف خاص بالديفايز للاستخدام كأنه عنوان للنتورك في مجال او في اطار اللي هو الشبكة طيب انا ما فهمت اي شيء ايش هو الماك آدرس الماك آدرس يا طويل العمر يسمونه الفيزيكال آدرس او يسمونه الهاردوير آدرس هو عبارة عن عنوان مميز لكرت الشبكة يعني للديفايز ايوة للديفايز السؤال اللي انت رح تسأله الحل لنفسك طيب ايش الفرق ما بين الماك آدرس والاي بي آدرس اذا الاثنين هم يعرفوا لي الديفايز جوه النتورك صح سؤالك وسؤال جميل انه انا في الاي بي آدرس تغير هذا الادرس اعتمادا على الشبكة اللي رح يشبك فيها الديفايز حقي لكن في الماك آدرس مستحيل انه يتغير هذا الايدنتيفير ليش لانه هو اصلا طالع من المصنع اللي مصنع النتورك انترفيس كارد كذا تمام؟ فهو ثابت لا يتغير اذا استطيع اني اقول انه الماك آدرس هو جلوبالي يونيك اند بيرمننت وهو ثابت فور ايج نتورك انترفيس لكل نتورك انترفيس كارد واضحة؟ واضحة ايش هي الماك آدرس والفرق ما بين الماك آدرس والاي بي آدرس حلوين مثل ما كلمني عن الستركتر حقه الاي بي آدرس يعني الستركتر حقه اللي هو الماك آدرس لازم عارف انه اللينكت تابعه ثمانية واربعين بيت يعني ثمانية واربعين بيت يعني كم بايت يعني تساوي لي ستة بايت صح ولا خطأ؟ طيب شون عرفت سؤال حلو لو نحنا الون بايت في كم بيت ثمانية بيت ها يلا يا شطار الرياضيات إذن الثمانية واربعين بيت فيها كم بايت فيها ستة صح والخطأ ايش سوينا؟ قسمنا قسمنا تمام؟ ثمانية واربعين تقسيم الثمانية طبعا الماك آدرس يعرض على شكل هكسا ديسمال فورمات على شكل هكسا ديسمال فورمات عبارة عن سيكس بيرز أوف ديجيتز يعني سيكس بايت تمام؟ تفصل ما بينها على شكل نحنا نفصل ما بين كل واحد والثاني بي كولن أو يا أما أني أفصل بي كولن عشان أخطط يا أما أني أفصلهم بي كولنز اللي هو النقطة النقطتين الرأسيتين أو بواسطة الهايفنز اللي هو الشرطات أسميها هايفنز شايفينها؟ طيب لحظوا معاي القيم كلها هكسا ديسمال هكسا ديسمال هكسا ديسمال لو نذكر سوى كان النظام الهكسا ديسمال الأرقام من 0 to 9 والحروف من A to F أحسنت من A to F تمام؟ واضح؟ بس خليني أخطط عشان ما أنسى بالأصفر بالأصفر يعني إيش؟ يعني 6π of 2 هكسا ديسمال ديجيتز لرقمين هكسا ديسمال separated by كولونز أو الهايفنز حلوين وراسم لك بوضوح اللي هو صورة اللي هو الماك أدرس يارب يكون واضح نعم التفاصيل كثيرة بس إن شاء الله الأفكار واضحة ومفهومة إذن اللي يهمني إنك تعرف هنا في الماك أدرس إيش هو وإيش اللي ستركتر حكته مثل ما أنت عرفت فوق بالإي بي آدرس إيش هو وإيش اللي ستركتر حكته حلوين نكمل باندوث مصطلح أيضا من مصطلحات النتوارك إيش يعني باندوث ماكسموم ريت أوف داتا ترانسفير أقصى شيء ممكن النتوارك تشيله من من البيانات إيش معنات ريت أوف داتا ترانسفير يعني معدل نقل البيانات أكروس النتوارك خلال الشبكة أو الانترنت كونيكشن أو اتصال الانترنت يعني ركز معي كلمة باندوث هل هي دائما مختصة بعالم الانترنت لا ممكن نحن نكون شبكة ويكون عندنا باندوث صح والخطأ إذن هي أكروس نتوارك انتبه لهذه النقطة أكروس النتوارك أو الانترنت أو اتصال بالانترنت واضح؟ لنزم تعرف إنه هو يحدده كمل داتا اللي أنا أستطيع أني أرسلها من خلال جهة اتصال معينة من خلال معينة انت مثلا حين ناقل لداتا كم تقدر تشيل لي في مثلا في اللي هو السكند الواحدة كم تمام الباندوث هذا الكلام يجيك في الاختيار is typically majored in bits per second تقاص بماذا؟ تقاص بالbits per second الbits per second هذا لما يكون الباندوث بيموت بيشيل لك بتات per second لكن أنا أتكلم عن شبكاتنا اليوم هي تشيل megabits per second وتشيل gigabits per second إذن نحن نسميها اللي هو مضاعفات الhigher multiple مثل megabits per second والgigabits per second هلوين؟ هلوين وجدا سهل ونكمل مصطلح أو concept أو terminology جديد اللي هو terminology الروتر ما هو الروتر؟ الروتر connects multiple networks together جهاز يشبك شبكات مختلفة مع بعضها البعض هنا هنا network وهنا network network A network B network C اللي يشبك هذون الشبكات مع بعضهم البعض هو ماذا؟ هو جهاز الروتر هو roads data packets يوجه data packets إلى طريقة مثلا أنا في شبكة A قمت أرسلت بيانات لشبكة C فهو الراوتر يتعرف على data packets هاي رايحة وين؟ ويوجهها على destination اللي هي رايحت له أنت وين رايحة يا data packet أنا رايحة على بيت جدتي مثلا فأقول لك بيت جدتك من الطريق الفلاني روحي له أنت وين رايح؟ أنا رايح مثلا على المزرعة روح من هنا الطريق المزرعة إذن هو يتعرف على data packets رايحة وين؟ و roads اللي هو data packets between them between them اللي هو المقصود بها ماذا؟ الشبكات أوكي؟ الراوتر سمارت علشان كذا هو هو يستخدم وين؟ يستخدم في الهومز في المنازل وفي البزنسز وفي الأعمال عشان تكون نكت the local network to the to the internet عشان يخلي الشبكة المحلية تبعتي تنشبك موين؟ تنشبك بعالم الانترنت إذن أنا الراوتر هو اللي يطلعني على شبكة الانترنت يعني الحين في البيت ما في أحد ما عنده راوتر طيب واللي ما يعرف الراوتر اللي هو لو ما يصير فيه أي مشكلة بالانترنت نتصل على مزود خدمة الانترنت اللي هما STC أو موبايلي أو whatever أو زين الانترنت ما يشتغل يقول لك إيش؟ طف الراوتر ليش؟ لأنه الراوتر هو نقطة الوصل اللي صارت ما بين شبكتك وبين مين وبين عالم الانترنت وأنه يوجه لترافك إيش المقصود بكلمة الترافك اللي هو بياناتي بياناتي اللي هي الـ Data Packets تبعي ما بين شبكات مختلفة يعني مثلا أنا في شبكة A جيت أبغى أرسل لشبكة C شبكة C هذه مثلا المكتب حقي جيت أبغى أرسل لهم إيميلات فوجهها على الشبكة C طيب جيت أبغى أرسل للجامعة وجهها على شبكة B لأنه شبكة الجامعة B فهو يعمل روت للترافك ما بين الشبكات جهاز آخر اللي هو الـ Switch الـ Switch هو يشبك أجهزة Switch Connect Devices Within a Single Network Devices Devices كلهم جوا Single Network لحظة لحظة يعني نحن ما ننطلق للعالمية لما يكون عندنا Switch لا أنت قاعد في بيتك اللي يخليك تنطلق للعالمية اللي هو الـ Router لكن الـ Switch أنت جالس في بيتك في الـ Network حكتك Within Single Network So لما نقاجئ أحط أمثلة عليها Used in Businesses الأعمال بالـ Data Centers بالـ Large Networks to connect Multiple Devices اللي نحن نحتاج أنه نرض فيها أكثر من جهاز بنفس الـ Local Network نفس الشبكة المحلية طيب ركز معايا رح أكمل لك التعريف اللي نحن ما كملناه فوق أنه الـ Switch يستخدم فكرة الماك Addresses to Forward Data to the Appropriate Device هو يستخدم الماك Addresses كل الماك Addresses اللي هو عنده إياها يعمل لها Forward لأنه يعرف أنه هاية تبعه إذن الـ Switch نحن بنفس الشبكة هذا كلنا بنفس الشبكة Local Network لما أنا أبغى أطلع أشبك كشبكة أشبك شبكتي في الـ Cloud اللي هو الـ Internet فأنا لازمني مين؟ راوتر أشبك الـ Switch تبعي بمين؟ بالراوتر الراوتر رح يشبكني بمين؟ بـ Other Networks Other Networks ليش؟ قلنا لأنه الراوتر سمارت ويقدر يشبك بشبكات ثانية ويميز كل داتا هي رايحة وين؟ Device مختلف اللي هو Device اسمه الـ Hub وظيفته أنه أنه يوزع الـ Data لكل اللي موجودين في الـ Local Area Network مثل إيش؟ مثل لما أنت تجي معصب من الجامعة وتحط تحديد الكل وترسل الرسالة هذه لمدير الجامعة وللوكيل وللمدرمين وللسبرفايزر وأنت مثلا أصلا الرسالة حكتك تبغى توصلها بس لدكتور المادة لكن ما في بالك أنك أنت رح توصل الرسالة لكل الناس هذه وحتى نستدنس يقرؤونها فأنت هنا عملت فكرة طبقت فكرة الـ Hub إذن هو Basic Network Device أساسي نفس الوقت هو بسيط That Connect يربط Multiple Devices العديد من الأجهزة في الـ Local Area Network اللي هو نحن اختصرناها بالاختصار LAN وظيفته باختصار إنه Broadcast يوزع كل الـ Data To All Connected Devices لكل الأجهزة المتصلين كل الأجهزة المتصلين سواء إلو علاقة أو ما إلو علاقة ها طيب هل هذا يسبب لي إزعاج؟ طبعا أكيد يسبب لي إزعاج إذن هو يسبب لي إزدحام نتيجة أنه يرسل لكل معلومة جدا بسيطة ممكن نتساءلها طيب هل في فرق ما بين الـ Hub والـ Switch؟ أحس إنهم نفس الشيء لا في فرق جوهري ما بين الـ Hub والـ Switch إيش هو هذا الفرق؟ إنه الـ Switch more efficient than a Hub الـ Switch فعال أكثر وأذكى أكثر من الـ Hub شوفوا أبغاكم ترتبوا ليها بالترتيب الـ Router هو الـ Smartest Device بالنتوارك تحته الـ Switch وتحته الـ Hub يعني زيره زيره مفهومية مثلما يقولوا الـ Hub ليش؟ الـ Hub اللي أنت ترسل لي رح يأخذه ويوزع على كل الـ Devices ما رح يفكر ما رح يفكر هذا يحتاجه أو ما يحتاجه تمام؟ لكن الـ Switch لا استلفة مختلفة في الـ Switch هو sent data only to the intended recipient المستلم المحدد لكن الـ Hub broadcast لكل الأجهزة نحن لو نتذكر بالـ Switch قال لك أنه هو يرسل للـ على أساس إيش؟ على أساس الماك أدرس صح ولا خطأ؟ لكن كلهم بنفس الشبكة تمام؟ وهذا هو الفرق بكل بساطة ما بين الـ Hub و الـ Switch في معلومة جداً بسيطة أنا حب أني أضيفها قبل ما أختم اللي هو هذولي أنه كلمة recipient نعني بها الشخص المستلم الشخص تمام؟ لكن كلمة receiver نعني بها الجهاز المستلم نتكلم الآن عن الأسلاك ودنيا الأسلاك والتشبيك والكلام هذا دعنا نشوفه يعني إيش physical cabling physical و cable يعني cable أقدر أشوفه وأحس بي لما نتكلم عن physical physical cabling نقول أنه هي serves as the backbone of network infrastructure أو العظام الرئيسة أو البنية الأساسية للnetwork infrastructure يعني بنية الشبكة network infrastructure بنية الشبكة طيب أكيد يعني أنا عندي شبكة علشان أسوي شبكة إيش جبنا devices وبعدين ملازم يكون في cables أو شيء يشبك عشان شيء يشبك المهم يعني المهم أي شغلة تشبك علشان أشبك devices هذه المسكينة صح واللي خطأ يقول لي أنه هي enabling the transfer هي تمكن النقل of data between different devices أجهزة مختلفة within the network داخل الشبكة there are several types of physical cables في عندي أنواع مختلفة من الفيزيكل cables مستخدمة في networking في مجال الشبكات each suitable كل واحد منها for different requirements كل واحد منها يكون مناسب كلمة suitable يعني مناسب different requirements متطلبات مختلفة على أساس network environment يعني بيئة الشبكة وعلى أساس requirement متطلبات الشبكة يعني مثلا أنا في البيت ما أحتاج يعني cables قوية وخطيرة وسريعة ما أحتاج هذا الكلام على عاكس مثلا لما يكون عندي business لا لازم السرعة مهمة أوكي فأنا اللي حدد نوع الكابل اللي أنا استخدمه network environment و اللي هو requirement تبع network تبعي requirement في عندي ثلاث أنواع من الكابل جدا مهمة إنكم تعرفونها وتعرفون characteristics المواصفات تبع كل كابل أول شيء اللي هو twisted pair coaxial cable و fiber optic cable ورح نبدأ ندرسها كل واحد منها بشيء من التفصيل ناخد شفة قهوة ونكمل مرة ثانية أول نوع اللي هو twisted pair cable من اسمه twisted pair هو عبارة عن cable صير مجدول جذل يعني نفس نفس فكرة الضفيرة وفي أسلاك الأسلاك هذه منظفرة على بعض أو مجدولة على بعض يعني كذا منظره كذا تمام هو كذا شايفينه هذه فكرته طيب التوستد pair cable ونوعين يأما يكون unshield twisted pair U-T-B أو أنه يكون shielded twisted pair unshielded يعني ما إلو غطى أو ما إلو cover هو the most common type of networking cable هو أكثر نوع من أنواع كابلات الشبكة انتشارا حلو إنه يتكون من زوجين من الأسلاك twisted together مجدولين مع بعض ليش إيش الفكرة من فكرة التوستينغ هذه to reduce electromagnetic interference عشان نقلل التداخل المغناطيسي اليوتيبي هذا comes in different categories في أنواع مختلفة منه cat 5e cat 6 cat 7 المهم كل نوع منها يدعم different speeds سرعات مختلفة وباندورثات مختلفة تعال نشوف الثاني اللي هو shielded twisted pair في فويل عليها تمام أخو هذا لكن هذا هذا الفويل تعتبر protection من التداخل المغناطيسي coaxial cable coaxial cable الكابل هذا ميستو إنه يستخدم في الانترنت connections في التلفزيونات لما لما يجيك في الاختبار يسألك إيش الكابل لأكثر شهرة تقول له توستدبع طب إيش الكابل اللي يستخدم في عالم الانترنت والتيفي تقول له اللي هو coaxial cable يعني في منتصفه يعني في القلب تبع الكابل في coaxial cable اللي هو نحاس بعدين a plastic layer providing insulation في بعدين اللي هو طبقة بلاستيكية تعتبر كعازل ما بين الكوندكتر النحاسي هذا braided metal shield اللي هو الغطى المعدني المضفر اللي هو خارج الكابل هذا يعني تحس انه جالسين ندرس طب وتشريح مو مو حاسد طيب إيش مهم انك تعرف في الكوaxial cable انه تعرف انه وين يستخدم وانه فيه نحاس فيه single cover اللي هو fiber optic cable وهذا النوع الاكثر حداثة من الكابلات transmits data as light ينقل البيانات كأنها ضوء معناته ينقلها بإيش بسرعة أحسنت إذن هو allowing for very high transmission عملية نقل عالية speeds سرعات نقل عالية and longer distances than wire cables أي نقل في مسافات نستخدم فيه fiber optic cables يعني مثلا من قار لقار من country لcountry it's immune to electromagnetic interferences and is used for backbone long distance communication هو عنده immune يعني عنده مناعة من التداخل الإلكترو مغناطيسي وأيضا يعتبر pack bone يعني العمود الفقري لأي تواصل يحتاج مسافات كل الشرح اللي نحن شرحنا مشروح فيه اللي هو دورة أبطال الحاسب ومشروح أيضا بالتفصيل فيه شروحات الكتاب مثل ما قلت لكم اللي هو السلايدات الجديدة هي عبارة عن mix ما بين السلايدات القديمة والكتاب يعني لو ما لقيت أي معلومة نتكلم عنها في السلايدات الجديدة رح تلاقيها أكيد موجودة في اللي هو شروحات صفحات الكتاب يختم كلامه في physical cabling يكلمني عن considerations يعني شغلات لازم تحطها في راسك لما تبغى تشبك النتورك حكتك تحط في راسك distance interference التداخل cost التكلفة والinstallation اللي هو تأسيس الكلام هذا بالنسبة لل distance لازم تعرف أن أنواع الكابلات have maximum distance rating يعني معدل مسافة أقصى لما تجي تقول أن هذا الكابل يغطي مثلا من مسافة كذا لا كذا بعد كذا ما يصلح هذا الكابل يشيل مقدار كذا بعد كذا ما يصلح تمام طيب مثلا وهذا الكلام مهم مين اللي عنده ريتش أكثر وصول لمسافات كبيرة اللي هو fiber optic هذا الشيء مو معلومة جديدة قلناها من شوي حلو تهل عن النقطة البعدها الconcederation الثاني الانترفيرنس التداخل يا جماعة الانفيرومنت اللي راح نمد فيها الكابل هذا مهم الانفيرومنت with heavy machinery اللي فيها آلات ثقيلة أو معدات ثقيلة أو fluorescent lighting اللي هو أو مشعب الفلور might require ممكن إنها تتطلب shielded cabling يعني كابلز يكون إلها عزل أو غطاء أو cover صح ولا خطأ هذا بالنسبة ل الانترفيرنس اللي هو التداخل طيب تعال على الكوست نشوف ماذا نقصد بالكوست نقصد ب إنه ترى والله هو provide الهاي الباندوث اللي نحنا من شوي قلنا عليه وال immunity اللي عنده مناعة من الانترفيرنس من أي تداخل لكن هو الأغلى من الكوبر من الكوبر كيبلز الكوبر كيبلز تعتبر أرخص التركيبها شلون تتركب قال لك إنه some كيبلز are more flexible and easier to install من خلال conduits أو tight spaces من خلال كيبل لكن في كيبل ثانية تحتاج freagle and require careful handling يعني تعاملها بحين نية مثل ما يقولون مثل مين مثل ال fiber optic كيبل إذن في أسلاك تنحط في قنوات ضيقة عادي أو في أماكن يعني tight وفي أسلاك لا تحتاج عناية خاصة وتحتاج إنه تعمل لها installation طريقة معينة أو careful handling تمام بس هذا هو هذه الشغلات اللي أنت لازم تأخذها بعين الاعتبار لما أنت تبغى تسوي network cabling أوكي آخر شي رح نختم بالفيديو حقنا اللي هو benefits of computer metrics إيش هي فوائد شبكات الحاسب أول فائدة من الفوائد إنه نحن عشان نتواصل ثاني فائدة من الفوائد علشان نتشارك المصادر ثالث فائدة من الفوائد علشان كلنا نحط storage بنفس المكان رابع فائدة علشان ما نزود تكاليف علينا cost effectiveness خمس شي عشان نتعاون تمام خلينا ناخد تفاصيل أكثر في كل point من هذه الأشياء put true or false الnetworks الشبكات enable real time communication كيف يعني real time real time يعني في نفس الوقت يعني أحد قال لي hi أقول له hi how are you I'm fine هذا نسميه real time يعني متزامن تمام تواصل متزامن ما هو real time اللي هو مثلا البريد أيام زمان اللي هو كانوا يرسلون رسالة بعد أسبوع يجيهم الرد هذا ما هو real time communication تمام طيب اللي هو يكون عن طريق الإيميلات عن طريق الانستنت ماسجنج عن طريق الفيديو كولز أو حتى الفون كولز تمام نحن اليوم قادرين أنه نحن نعمل كولز فون بس مشرط فيديو من خلال تليجرام من خلال سناب شات من خلال كل اللي هو الابس حقة الجوالات اوديو انلي تمام فهذه تعتبر كلها أمثلة على real time communication حلو اللي هو resource sharing مشاركة المصادر يعني enable multiple devices أكثر من جهاز أنهم يستخدمون the same hardware نفس العتاد resources مثل printer أو scanners or software applications نحن قلنا هذا الكلام وما في أي شيء جديد بالنسبة للstorage وهذه شغلة جدا مهمة الناس ممكن ما تنتبه لها في في لما نحن يصير عنيدنا يعتبر centralized data storage في مركزية في عملية التخزين مركزية يعني نحن كلياتنا عندنا نفس الملفات عندنا نفس الصوفتوير عندنا نفس الداة فنستطيع الرجوع لها which can be more secure ليكون أمان and economical واقتصادي than maintaining data across numerous individual devices أحسن من أنه تكون البيانات تبعتنا موجودة في العديد من اللي هو الأجهزة الشخصية صح ولا خطأ يكون في عندي مركزية في اللي هو data storage تعال نشوف اللي هو الـ benefits رقم أربعة اللي هو أنه نحن نصير التكلفة علينا معقولة هي reduces تقلل cost of operations اللي هو وتكاليف التشغيل by centralizing resources بأنه يصير في مركزية للمصادر وفي يصير في infrastructure موحدة thereby the infrastructure يعني قلنا إيش اللي هو البنية التحتية أو البناء أو الهيكلية تبع الشبكة thereby cutting down وقلل اللي هو الهاردوير يعني بدل ما أجيب عشر طابعات أجيب طابع بدل ما أجيب عشر برامج أجيب برنامج خلاص إذن أنا هنا في هذه الحالة أقلل الهاردوير أقلل تكلفة الهاردوير وأقلل اللي هو مصاريف الsoftware software expenses تمام حلوين الفقرة البعدها أيضا بتترو أو فولس ممكن يقول لك نتوركينج نعم هي تشجع التعاون أو جهود التعاون من خلال different geographic locations أماكن جغرافية مختلفة أنا في الرياض أنت في الدمام هو في جدة كنا نتعاون نشتغل شغلنا مدام أنه نحن في نفس الشبكة نعم مزبوط تمام إذن هي تسمح لملتبل بيبل العديد من الأشخاص to work on the same documents أو projects إنهم يشتغلون على نفس البروجيكت أو على نفس الـ documents المهي المستندات كده ولله الحمد خلصنا اللي هو أول جزئية اللي هي part 1 تعتبر في computer networks في هذا الويك أشوفكم إن شاء الله بفيديو جديد نكمل فيه باقي computer networks تابعوني لأنه القادم إن شاء الله أقوى والقادم أهم 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 سيو أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته